اخلافنا في العقائد ما لا يعني ان احنا ما بنحبش الاخرين بالعكس احنا نحب الكل ودي وسيط ربنا ان احنا نحب الكل اخويا وقريبي وجراني وصحابي حتى عدوي احب الكل المحبة شيء والاختلاف في العقيدة شيء دي طب ليه المشكلة ان احنا ما ينفعش نعمل كده لانه هيطلع البيت مقسوم وبيته منقسم على ذاته يخرب الاب يقول اخذ الولادة عندي في الحتة دي والام يتقول اخذ الولادة عندي فاختلفهم مع بعض فاذا اختلف البيت في الداخل وانقسم ما يمشيش خالص فالولاد يطلعوا مشتتين لكن الفكر الحالي ان احنا نبقى واحد المسيح دعا الى الوحدانية وان احنا نكون لنا كل واحد وحتى في الزواج بنقول ليس بعد اسنين بل جسدا واحد فما انفعش انا بقى بمخه وتفكير في اتجاه وامراتي تبقى في تفكير باتجاهتنا عشان كده نفضل ان يكونوا نفس العقيدة ونفس الكنيسة اشكرك سيد اشهر لكن كلام اوتسك بيوضح المحبة والقبول الاخر لا المحبة موجودة وما فيش خلاف عليها خالص موجود وكل حاجة لكن الفكرة لان احنا قاعدين كلنا بنحب بعض وعايشين وما فيش مشاكل خالص لكن وحدانية الفكر ووحدانية العقيدة ده مهم في البيت الواحد عشان مبقاش فيه خلافات فيه ناس عملت كده وعاشوا ويعني تمموا زواجهم لكن مش مرتحين خالص مش مرتحين خالص والأولاد طالعين مش شتتين اروح مع ماما ولا اروح مع بابا وبالاخص لو الاتنين يقول سابونا مرتبسين جدا بالكنيسة يمكن لو فيه طرف منهم مش مرتبط خلاص عادي برضو مش حلو ان نبقى فيه طرف مش مرتبط لانها قدوة سيئة للولاد في الزبط بس هتلاقيه على الاقل ما بيبقاش فيه شد من الطرفين برضو الاطفال مش هطلعوا منتمين بالكنيسة ودي مشكلتنا احنا بنكلم في الجيل اللي طالع هنطلع جيل احنا نسا بنتكلم في الاستقامة في الايمان وفي العقيد فمحتاج ان اللي يطلع ده يبقى طالع راسخ في المسيح ومبنى على الصخر وكنيستنا اصلا كنيسة الارتودكسية هي مستقيمة الفكر والرأي مستقيمة الايمان فاحنا يعني محظوظين ان احنا بننتمي لكنيسة مستقيمة الايمان الحقيقة طيب خلينا نروح وناخد بعض الامثلة من الكتاب المقدس الاشخاص كانوا مستقيمين في مستقيمين القلب بقى خلينا نقوله بالتأكيد مستقيمة القلب هيكون مستقيمة السلوك والاخلاق اكيد طبعا هو اقوله واحد حلو داود على طول سهي يقول كده هو عارف ربنا ولسه اقلين الاية بتقول ان الرب يمتحن القلوب ويصرب بالمستقيم فهو فهم القصة بتاعت ربنا فعشان كده قلبه حلو ومستقيم مع ربنا وربنا يتكلم عنه يقول كده ان وجدت قلبه مثل قلبي وكل حاجة كان فيها حلو وقال كده كتاب ما عدا قضية قرية الحسي ويمكن دي برضو تدينه رجاء رجاء يا قصابونا ان الانسان يعني ربنا شاف ان قلب داود زي قلبه بالذات لكن في نفس الوقت يمكن اتذكر الخطية اللي عملها داود علشان يدينا رجاء انت انسان مش معنى ان انت مستقيم القلب يعني مش هتغلط ولو مش هتغلط انت مش اله حسوى القلب الصراحة صعب شوي يعني منقدرش نتطمله على طول الخط فانا محتاجة دايما افحص قلبي واتشك عليه كل اليوم وكل دقيقة